تتكلم في رسالة بولوس إلى أهل كولوسي عن المسيح الذي هو صورة الله الغير منظور وبعدين على طول بعدها بقول بكر كل خليقة إذا ممكن توضح لنا فكرة صورة الله وبكر كل خليقة تمام اسمحنا روح للنص اللي قرناه في كولوسي 1 أعداد 15 الذي هو صورة الله غير المنظور بكر كل خليقة هو صورة الله غير المنظور باعتباره في لهوته فهو أقنوم الإبن المعبر عن الله ونحن عارفين أن أقنوم الإبن هو التعبير عن كانه الله أو كون الله هوية الله لكن لما يقول بكر كل خليقة أساء البعض فهم هذه الكلمة فقالوا أن المسيح بكر أي أنه خلق أولا فهو بدأت الخليقة هو المخلوق أولا ثم أوكيل له خلق باقي الخليقة الحقيقة كلمة بكر كل خليقة لا تعني بالضرورة بكرا في الترتيب الزمني هل هناك دليل كتاب يقول عن هذا؟ أطبعا عندي أربع أدلة أو خمس أدلة يقولولي أن معنى كلمة بكر لا تعني بالضرورة الترتيب الزمني يعني الأول أو الثاني لقبل الثاني مثلا خلينا روح لأخبار الأيام الأول أصحاح 26 عدد 10 فأخبار الأيام الأول 26 عدد 10 يتكلم عن مثلا يقول وكان لحوسة من بني مراري بنون وبدأ يعدد لنا الشمر الرأس مع أنه لم يكن بكرا جعله أبوه رأسا فهو لم يكن بكرا لكن جعل بكرا أو جعل رأسا وهنا استخدم لنا نفس مرادة في كلمة بكر وهي الرأس وكانوا عادي يقول أن البكر ليس بالضرورة من هو الأول زمنا لكن من هو الأول مقاما وردبة أي بحسب كولوسي واحد عندما دخل المسيح إلى دائرة الخليقة بالولادة في النسوت معناه دخل إلى الخليقة لكن لم يكن مخلوقا وعندما دخل كإنسان إلى دائرة الخليقة صار هو المركز صار هو الرأس صار هو بكر كل خليقة تكلم عن المرتبة المرتبة الردبة فأتكلم عن الردبة وليس الترتيب الزمني كأن المسيح خلق أولا ثم خلقت أيضا باقي الخلائق أيضا يتكلم في أخبار الأول خمسة واحد عن البكرية التي انتقلت من رأوبين إلى يوسف وهذا شاهد كتابي أرد التاني الشواد قدام المشاهدين أخبار الأيام الأول ستة وعشرين عشرة وأخبار الأيام الأول خمسة واحد نقل البكرية من رأوبين إلى يوسف من البكر من أبناء يعقوب؟ هو رأوبين لكن صارت البكرية ليوسف ليس يوسف المولود أولا لكن الأول ردبة ومركزا عشان كده كأنه صار رأسا صار هو المركز صار هو المقدام فمعنى كلمة البكر يعني الرأس أو المقدام أو المركز أيضا مضمور تسعة وتمانين سبع وعشرين اسمح لي آرى العدد ده في مضمور تسعة وتمانين يتكلم عن داود الملك ويأخذ بزهننا إلى تتميم العهد الداودي في شخص المسيح لكن يتكلم عن داود الملك ويقول في عدد سبع وعشرين من مضمور تسعة وتمانين عدد ستة وعشرين هو يدعوني أبي أنت إلهي وصخرة خلاصي أنا أيضا أجعله بكرا أعلى من ملوك الأرض يعني بكرا أعلى من ملوك الأرض ليس هو البكر أول ملوك الأرض في الزمن لكن في الردبة هو فوق كل ملوك الأرض من أيضا خروج أربعة تنين وعشرين الرب يقول لموسى وانت رايح لفرعون قوله اطلق إسرائيل ابن البكر إسرائيل ابن البكر الأول ردبة من خلال الأربع آيات دول أخبار الأيام الأول خمسة واحد وأخبار الأيام الأول ستة وعشرين عشرة ومضمور تسعة وتمانين سبعة وعشرين وخروج أربعة تنين وعشرين نتقابل مع مفهوم كلمة البكر البكر ليس الأول خلقة لكن الأول ردبة ومركزا لكي يكون متقدما في كل شيء ومتفوقا في كل شيء ده معنى كلمة بكر كل خليقة هو رأس كل خليقة هو السيد عندما دخل إلى الخليقة صار هو مركزها التي تلف حول كل الخليقة وتدور حول كل الخليقة